مرحبا ومتابعيني اليوم رح نعمل مع بعض الدوناتس المحشية رح نعملها بطريقة كتير بسيطة اول اشي رح نحتاج لتنين كوب ونص من اللطحين هاي الكوب التاني وهي النص فوقيهم مباشرة معلقة كبيرة من الخمير الفورية معلقة صغيرة من البيكنج بودر فيكم تستغنوا عنه ونص معلقة صغيرة من الملح معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الفانيلا البودر او الفانيلا اللي بيجي مثل السكر وهاد اختياري كوب من الحليب الدافي بحرارة الجسم رح نحطه كله دفع واحدة ورح نحرك فيهم لدي تكون عنا عجينة اذا حيمكن تحتاجوا معلقتين لثلاث معلقة من الطحين لتلموا فيها العجينة بوعاء تاني حطيت فيه شوية من الزيت وبعد ما عجنت العجينة حطيتها جوه هادا الوعاء وتركتها من ساعة لساعة ونص لتخمر بمكان دافي لخلطة الكستر رح نحتاج كوب ونص من الحليب وثلاث معالق كبيرة من السكر نصيحة مني حاولوا انكم تستعملوا الكستر الجاهز مو الكستر اللي بيكون بالبيت يعني من البيض لانه رح يزنخ كتير معكم وهون استعملت البودنج اللي هو الكستر اخدت منه ربوع كوب حركتهم على البارد وحسيت انه بحاجة لشوية من الفانيلا زودت الفانيلا واستمرت بالتحريك طبعا لا يصار عندنا مثل البودنج يعني كثيف نصيحة مني انه مثل ما حكيت لكم لا تستعملوا البودنج اللي بتكون من البيض يعني الكستر اللي من البيض داخل البيض بتعملوه لانه بحاجة لفانيلا كمية كبيرة لحد ما انه ما يزنخ اعرفتوا علي فاشتروا الكستر الجاهز وعملوه بالبيض بيكون افضل هون حطيته بصحن مباشرة غطيته بالورق الشفاف عشان ما ينشف الوجه وتركته لا يبرد تماما جبت العجينة ورشيت شوية من الرطحين فردتها بخفة يعني لازم تكون ايدكم خفيفة جدا اثناء الفرد لا تشدوا ابدا على العجينة عشان ما تشد معكم اكتر خليتها لمقدار واحد صانتي خميلة مو اكتر جبت قطعت الدوناتس او اي كاسة اي صحن متوفر عندكم اي اشي دائري قطعت فيها بهذا الشكل لدوائر واللي حوالينها هذا العجين الزايد شلته وعجنته مرة تانية وتركته لا يرتاح ربع ساعة بعدين رجعت فردته من اول وجديد هون اخدت حبات الدوناتس حطيت كل حبة على ورق الزبدة لا فيكم تستغنوا عن ورق الزبدة بس انا لايحافظ على شكلها مو اكتر هون حطيتهم كلهم بصينية وحطيتهم بمكان دافي ليرجعوا يخمروا 15 دقيقة بعد 15 دقيقة بلشت انزل فيهم بالزيت على الزيت عفوا الزيت بالنسبة للزيت كانت حرارته وسط لا حامية كتير عشان ما ينحرقوا ولا بارد كتير عشان ما يشربوا زيت رح فرجيكم هلا كيف الزيت لازم يكون حرارته لازم يكون فقاعات خفيفة جدا حوالين الدونات هيك معناته حرارة الزيت كتير معتدلة يعني ممتازة للدونات بلشت احط على وجههم شوية من الزيت فيكم تستغنوا عن هاي الفكرة بس انا متعودة دائما هيك لحتى يصيروا هشات اكتر وبنفس الوقت كمان يكبر حجمهم اكتر وهلا بعد ما استوهم من الجهتين حطيتهم على ورق الكلينكس ما يمتص الزيت كل يعته بس لازم يضلهم فاترين عشان تحطوهم بالسكر مباشرة عرفتوا علي بس يمتصوا الزيت حطوهم بالسكر بس لا تتركوهم لا يبردوا بعدين تحطوهم بالسكر وقتها ما رح جمع السكر على حبة الدونات كنصيحة مني لقلكم حاولوا انه ما تحطوهم بالسكر حاولوا ان تكلوهم بدون سكر بصراحة انا عملت قسمين القسم اللي بلا السكر كان اطيب وهون جبت عود من الخشب او اي معلقة سكينة من ايدها فيكم تخزووا حبة الدونات وتحشوها بالكستر او النوتلا او اللوتس او بدون يعني فيكم ما تحشوها كمان بتحسوا وزنها تقلة شوية وطلع شوية من الفتحة تبعيدها هيك بتصير جاهزة اما اذا ضلتوا تحطوا دونات تحطوا عفوا كستر كتير كتير ممكن انها تنخزق من تحت او يطلع منها الكستر وهيك صارت جاهزة يعني ما رح اوصف لكم يعني طعم زكاوة عجينة رائعة يعني العجينة بتتاكل لحالها من كتر ما هي طيبة جد بنصحكم فيها اكتر دونات هالشي اكلتها بحياتي عن جد ما رح اوصف لكم قديشها ناجحة وهيك بتمنى يكون عجبكم الفيديو خبروني بالتعليقات اذا احتشتوا لأي اشي مفهمينو بالفيديو شكرا لكم للمتابعة